افتتح العام الدراسي الجديد في البلدات العربية بشكل منتظم ودون إضرابات تذكر حيث انتظم الدوام المدرسي في جميع المراحل التعليمية في المدارس العربية ووصل عدد الطلاب والطالبات في المجتمع العربي في مختلف المراحل المدرسية إلى 556 ألف طالب ويأتي افتتاح هذا العام الدراسي في الثاني من أيلول سبتمبر وليس في الأول من هذا الشهر لتزامنه مع حلول بداية السنة الحجرية اشتركوا في القناة